تلميز عشان تقدر تعمل كده انت محتاج لمجموعة مجموعة زي المجموعة للمسيح صنعك مجموعة من كنستك من المؤمنين اللي حواليك تجتمعوا مع بعض تسمعوا مع بعض تصلوا مع بعض تشدعوا بعض انك تطبقوا الحياة ديك وتكون اختبار حقيقي لكل واحد فيك صلاطي ان ده يتحقق معاك أمين عزيزي المشاهد أحبائي أرحب بيكم في حلقة جديدة في مدرسة المسيح في رحلة بقلنا فيها سنوات بنتعلم عن الله وعن أنفسنا وعن العلاقة اللي دعانا ربنا أن نحياها خاصة مع بعضنا البعض في الجزء ده من الرحلة بتاعتنا وحن نتكلم عن العلاقات الإنسانية بنتكلم بصورة خاصة عن تنشئة الأولاد والبنات تربية الأبناء وفي الجزء ده بنقول أنه واحدة من أصعب الأجزاء لأنه التحدي كبير جدا ومع كل جيل بيبان احتياجات مختلفة والفروق العمرية بتتغير نتيجة الاختلاف في النمو وسرعة نمو الأبناء والبنات عشان كده احنا بنركز في الدراسة بتاعتنا دي على ما نسميه المبادئ والقوانين المفاهيم الرئيسية التفاصيل الصغيرة أكيد مش بالضرورة حنتفق عليها وحنقدر نطبقها بالحرف لكن بالمعنى وده المهم تكلمنا عن 12 مبدأ في تربية أولادنا و3 ملاحظات هامة وبعند نتكلم دلوقتي عن مراحل نمو الأبناء وده نقطة مهمة قوي أننا فاهم أن كل مرحلة ايه التحدي الكبير ايه العنوان بتاعها ايه القضية بتاعتها ايه الهدف منها ايه الاحتياجات بتاعتها كيف أسد هذه الاحتياجات لو ما سدتش الاحتياجات ايه المشاكل اللي هتحصل ولو سدت الاحتياجات ايه الحاجات الرائعة اللي هتتكون فيه شخصيته هلاقي مرات الحاجات شوية بتتكرر فالاحتياجات عندي تزيد الاحتياجات هتبقى أنا نسد الاحتياج فمعليش التكرار هيعلم الشطار وهيساعدنا أننا نحافظ دايما في أذهالنا أننا بنتكلم بطريقة منظمة بشكل أو بآخر قلنا في خمس مراحل أساسية في عمر الأطفال في غاية الهمية من زيرو لاتنين أو من زيرو لسنة ونص من سنة ونص لتلاتة أو من اتنين لتلاتة ودول المرحلتين اللي احنا تحدثنا عنهم دلوقتي في الحلقة دي عايزين نتكلم على المرحلة التالتة اللي هي من سن تلاتة إلى سن خمس سنوات التحدي بتاع المرحلة ديت العنوان الرئيسي اللي لو ما تحققش هيحصل المشكلة الكبرى المبادرة هو المرحلة اللي فات كان عايز الاستقلالية تدريب على ممارسة الإرادة هو عايز بقى يبقى مبادر كمان إن الشاتف هو يعمل حاجة جديدة مش مجرد يعمل حاجات كانت بتتعامله لكن ياخد مبادرة يبادر بشيء وإذا ما حصلش كده الشعور بالزنب خلي بالكوا دي كان الشعور بالإيه بالخجل والخزي هنا الشعور بالزنب فهنا بقت محددة أكتر عن الخزي عن الخجل واضح الفرق وحنشوف لأن هنا المرحلة دي اللي بتكون الضمير بيبتدي يفهم ويدرك يعني إيه صح وغلط يعني إيه خير وشر قبل كده ممنوع ومصرح بيه لكن هنا بتدى يميز الخير والشر عشان كده حيبقى فيه شعور بالزنب الهدف اللي عايزينه يتحقق في هذه المرحلة ديه إنه تحقيق المبادرة ويبتدي يبقى بيتحمل المسؤولية مش يبقى قادر يمارس الإرادة لكن قادر يبقى مسؤول عن حاجات يتحمل المسؤولية سمات المرحلة ديه بتبتدي تنمو المهارات الاجتماعية والإحساس بالآخرين الأولاني هو عايش فيه عالمه واضح؟ هو كان فاكر نفسه حتة من ماما وابتدى يستقل ويعرف إنه مش ماما وإنه كائن مستقل وبقت فيه استقلالية هنا هيبتدي يبص للحواليه ويفهم اللي حواليه ويحس بالحواليه ويبقى عنده مهارات اجتماعية القدرة على التعاون خلي بالكو الكلام بيسلم بعضه يعني ده بيؤدي إلى ده عنده قدرة للإحساس وعلاقات اجتماعية يتعاون فقدر أعمل مع حد حاجة الأول دي لعبتي عايز أعمل واضح فرق التي ممكن ألعب مع حد عايز ألعب مع حد الأول دي لعبتي عايز ألعبها لوحدي وابتدى الضمير يتكون الإحساس بالصواب والخطأ وعشان كده الشعور بالزنب قضية مهمة جدا في هذه المرحلة أكتر من اللي فاتت إيه احتياجه في المرحلة دي إيه احتياجه في هذه المرحلة محتاج للتشجيع وإن أعبره عن الإعجاب بيه واللي هو بيعمله والأنشطة اللي ابتدى هو ياخد فيها مبادرة رسم الموسيقى الرياضة اللعب ابتدى بيبادر يعمل حاجة أن يشجعه على هذه المبادرات اللي هو بياخدها اتنين أن يبقى منفصل عن الوالدين دوكا كانت ممارسة الاستقلالية دلوقتي أكثر انفصالا أكثر انفصالا أن ينفصل عن الوالدين أن يسمح له باتخاذ أدوار فيها مسئولية فيقوم بدور بيكمله على بعض قادرة دي له مهمة يعملها اعمل يديت فيقدر يعمل مسئولية متكملة مش مجرد بيقوم بدور صغير زي ما كانت في المرحلة اللي قبلها التأديب بقى دي المرحلة اللي بتدى يبقى فيه صواب وخطأ مش كده فالتأديب الصحيح مش العقاب احنا هرناها لها جديد فعرضوكو عشان خطر ربنا يعني أرجوكو يعني دي غلطة المجتمع دي غلطة البشرية الخلط بين التأديب والعقاب التأديب بطريقة صحيحة لأن ده اللي حيحسسه بالصواب والخطأ دون الشعور بالذنب وإنه مزنب إنه مجرم العقاب معناه مجرم لكن هنا بيميز بين الصح والغلط فبقدبه على تمرده وليس على أفعاله واضحة الفكرة دي هسدد الاحتياجات إزاي الأربعة دول هنجد إن ده سهل قوي لو أنا فهمت لقبلها حدود واضحة للسلوك يبقى فيه مبادئ إيه السلوك الصحيح وإيه السلوك الغير صحيح ضبط التأديب عشان يبقى فيه إحساس بالمسئولية نظبوط وإنت حر بس أنت مسئول ولما بتختار إنك تصر على الغلط فإنت بتؤدب وده ما بيشعركش به الزنب لأن طول وقت بقولك أنت محبوب وإنت جود بوي لكن اللي بتعمله ده غلط فيبقى القوانين واضحة الرولز واضحة المبادئ واضحة بتاعة السلوك والتأديب بناء عنها أيضا واضح تشجيعه على المبادرات تشجيعه إنه يبادر إنه تبقى فكرته إنه تبقى اختياره الأول أنا بسيبه يختار لبسه والأخ هنا مبادرة يعني حاجة جديدة هو بيعمل حاجة جديدة ما كنتش موجودة مش مجرد بيعمل اللي كنت بعملهله واضحة الفرق المرحلة فاتت بيعمل اللي كنت بعملهله أنا هنا بسيبه يعمل حاجة أنا ما كنتش بعملهله هو بيبادر بشيء وبيتحمل مسئوليته عشان كده دي المرحلة اللي كويس فيها يروح فين؟ الحضانة أتأكد إنه في حضانة فده انفصال عن الولدين ده استقلال حقيقي هناك بيتعلم إنه يبادر هناك بيتعلم إنه ياخد مسئولية واضح؟ يعني دي مرحلة الحضانة بكل معانيها وبكل صورها إذا الاحتياجات دي اللي ذكرناها ما تسددتش العقاب بقى اللي هو مش تأديب بيخلق شعور مفرد بالذنب مجرم ما بتعاقبه يبقى أنا مجرم يبقى أنا وحش وده حيبقى دايماً عنده شعور بالذنب أنا حطيت الحجر ده الشعور بالذنب في هذه الشخصية وفي نفس الوقت لو ما فيش تأديب الشخص ده بيبقى ما عندوش أي نوع من التحكم في نفسه ما فيش سيلف كنترول ما فيش انضباط ما فيش رودز مش كده؟ وأنا ما بتأديبش على الغلط نظبوط يبقى كل شيء مباح فأنا ما علمتوش خالص الانضباط في حياته أنا علمته التسيب فالعقاب بيؤدي للشعور بالذنب وعدم التأديب بيؤدي إلى التسيب التسيب وده بيخلي لما يجبر يبقى عنده نزعة قوية للعنف والجنس يبقى عضواني ويبقى شهواني لأنه عايز لروحه ولأنه بياخد حقه بإيده ولأنه ما فيش قانين تحكمه ما فيش ضوابط بتعلمه الصواب من الخطأ ومرة تانية زي ما قلنا في المرحلة اللي فاتت أنه عدم الاستقلالية وعدم اتخاذ المسئولية بيعلمه الاعتمادية بيؤكد المشكلة بتاعة المرحلة اللي قبلها فقدان المبادرة بيخلي الشخص دوت دايماً عايش على الهامش مش قيادي خلاص هو قيادي هو على الجنبين هو مش في المقدمة فاهمين؟ أنا علمته أنه مش انت مش انت وده بيبان في مجتمعنا بعنف شديد المبادرين الانيشياتيفز البيونيرز في الشغل في الفكر وليلين جداً وليلين جداً ده ناتج من الطريقة التعامل الخطيئة في السن ده اللي كان بادي يعمل كده قلتوا لا 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 تعايل لا 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 تتكشف لك هي دي ده فأنا في المرحلة اللي أنا فيها بتتكون جوايا القدرة دي على المبادرة أنا حرمته منها فأنا كتمت الحاجة دي الطوبة دي اللي كان لازم تتحط في بناء الشخصية في ذلك الوقت من عمره العكس بقى النجاح في المرحلة دي بيقود أن الطفل يدرك أنه له هدف وغاية خلي بالك الأولانية كان أمل مش كده هنا بقى هدف وغاية والكلمتين ده همين مئاوي أنه فيه purpose فيه أنا عايش لحاجة أنا أقدر أعمل حاجة أنا فيه دعوة على حياتي أنا أقدر أبقى مميز لأنه أنا قادر أبادر أبادر مع أنه أعمل حاجة مني طلع مني فكرتي فإذا أنا متفرد إذا أنا فيه هدف لحياتي إذا فيه غاية لحياتي واضحة للفكرة دي في شوية كلمات مهمة جدا 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 في الآخر في نفسية الإنسان الأمان الثقة في النفس الأمل الغاية بعد شوية المعنى المعنى واحد من المرحدين الكبار وصيته كده المحدش يقول أن الحياة لها معنى أو هدف لأنك لقلت أن الحياة لها معنى أو هدف إذن الله موجود لكن الحياة دي هي تعبثية لم يخلقها أحد إذن ملهاش معنى وملهاش إيه هدف عكس احتياج الإنسان بص بيقول إيه طفل ده إذا ما ترباش صح ده الساكولوج بيقول هيطلع فاقد الهدف الإنسان يحتاج إلى إيه إلى هدف يعيش عشانه يحتاج لنقطة ينطلق إليها وإلا بيشعر بالذنب وبالله قيمة وإنه عالجنب ملوش معنى فبصوا الحاجات ركبة في بعضها إزاي إن الحقائق الإيمانية مع الاحتياجات النفسية ركبين في بعض مش دي قصة وده قصة وفي تناقض بينهم بالعكس بالعكس اللي بنقوله هنا هو اللي حنلاقيه هنا بالضبط لأنه الخالق الموجود والمصمم واحد المرحلة اللي بعدها وبعدين ناخد الأسئلة على المرحلتين دول فنبقى كملنا الأربع مراحل الرئيسية عشان نخش في التقيل بقى في الجامد في القوي في اللي ربنا فيه معنا كلنا المرحلة من 6 إلى 11 سنة خل بالك مرحلة وسعد بقى قبل كده بنتكلم عن سنة ونص سنة ونص وبعدين بقت سنتين من 3 ل5 وبعدين دلوقتي اتمطت لأن كل ما بكبر الفروق في السنين بتبقى أقل تأثيرا مش كده كل ما بصغر الشهر بيفرق قوي من عمر الطفل بعد كده السنة بتفرق بعد كده لعشر سنين بيفرقوا صح كده يعني الخمسين والستين زي بعضهم شويتين من 6 إلى 11 سنة ايه تحدي في المرحلة دي الكفاءة الكفاءة أنا بقى أبادر وبعدين قادر بقى إيه قادر أعملها قادر أعملها مظبوط قادر أعملها الأول أنا معتمد عليك وبعدين بحاول أستقل عايز أعملها الوحدي وبعدين عايز أبادر وبعدين عايز أعملها بأداء رائع أنا عندي كفاءة والعكس الشعور بالنقص الانفيريوريتي الدونية البهدلة التسعين في المية من المجتمع اللي عالينا حتى الناجحين جدا لو قلت كام واحد